طالبة للعلم والدراسة لم يمضي العمر عليها جزافا فهي سعت خلال سنوات كثيرة من عمرها للالتحاق بصفوف محو الأمية في سوريا حينها الظروف عاكستها ما استطاعت تعلمه فقط مكنها من فك الخطأ من أجل قراءة القرآن الكريم ابني الله يرحمه صار يجيب لي كتب من المكتبة كتب اللي هنم وحي الله يجيب لي كتب وأقرأ لحالي يعني سقفت حالي بحالي السيدة آمنة في عقدها السابع تسعى لتعلم الحاسوب اللغة الإنجليزية رغبتها في ذلك استضمت برفض المراكز التعليمية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين شمال الأردن بحجة عمرها فتحوا دورة الكمبيوتر جيت بدي أسجل قالوا لي أنت مرة كبيرة ما بقبلوش اليوم هون بكرة ما بنعرف وين بدال ما ما بقدر أنا أمود إيدي مو عادي لو هاعد بصير هون مستحيل أمود إيدي إلا لله تعالى إذا بتوظف بعشرين دينار نعمة بعشرين ليرا نعمة يعني بسترني ما شملاش مليه الكمبيوتر يعني كل اليوم صار الكمبيوترات تبني رغبة التعلم عند السيدة آمنة من مخيم الزعتري تاتي من أجل العمل وتأمين حياة كريمة لأسرتها فوفقا لتقادير حقوقية فإن ثمانية وعشرين بالمئة من العائلات السورية في الأردن تقودها امرأة ظروف قاسية تعاني منها المرأة السورية في الأردن من ناحية فقدان المعيل وتحمل مسؤولية عائلة كاملة مما عرضها للاستغلال والانتهاكات خلال عملها تقارير حقوقية طالبت بالكشف عن الانتهاكات التي تتعرض لها العامل السورية ومنها عدم دفع الأجور والطرد التعسفي وإجباره على العمل لساعات طويلة مع وقوع حالات تحرش وعنف جسدي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن أشارت إلى ضرورة شرعنة عمل السوريات حماية لحقوقهن نحن سعيدون برؤية نساء سوريات دخلنا لسوق العمل الأردني بشكل نظامي حيث حصلنا على 1600 تصريح عمل من أصل 50 ألف تصريح عمل للسوريين فعلا الرقم قليل وعلينا أن نعمل من أجل شرعنة عمل السوريات في الأردن وتصل نسبة الإناث إلى 50% من مجمل عدد السوريين في الأردن 23% منهن من عمر الثامنة عشرة إلى التاسعة والخمسين هاني موعد أورينت نيوز عمان